وللمزيد من التفاصيل أكثر حول اجتماع البرلمان العربي يستعرضها لنا مرسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين نعم تحياتي إليكم من مقر البرلمان العربي بالقاهرة حيث يُعقد أو عُقدت منذ قليل فعاليات جلسة فلسطين هذه الجلسة التي تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية العربية والمصرية التي من شأنها احتواء القضية الفلسطينية وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل رجالا ونساء وأطفالا وهدم منازلهم ووقف فوري لإطلاق النار وإنهاء لحالة الإبادة الجمعية التي تحدث في الأراضي المحتلة خصوصا فيما يحدث في غزة لجنة فلسطين التي عُقدت برئاسة رئيس البرلمان العربية السيد عادل العسومي تحدثت عن الدول التي حتى كانت في بداية الأمر في حالة مؤذرة لإسرائيل أو في حالة موادعة في الأمر والتي تحولت إلى عكس الأمر الآن وتتحدث عن مؤذرة للشعب الفلسطيني وعن اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واستنكار لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون والأعراف الدوليين وتحدث أيضا عن الجانب الإيجابي فيما يحدث الآن من وجود دول أصبحت تتحدث عن اتجاهها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحدث عن أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية خصوصا تلك الدول الأوروبية التي يعتبر هذا الأمر بالنسبة لها شأن جديد يضاف إلى القضية الفلسطينية وطبعا استنكر السيد عدل العسومي واستنكر البرلمان العربي ما يحدث من تكالب من القوى الكبرى خصوصا للولايات المتحدة التي تؤازر الكيان المحتل قلبا وقالبا فيما يفعله في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي النهاية كان السيد عدل العسومي رئيس البرلمان العربي قد تحدث عن أن توصية لجنة فلسطين التي عقدت اليوم سيتم رفعها إلى الجامعة العربية في الاجتماع المقرر في الجامعة يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى إليكم شكرا